قال المكلف بالإعلام بمديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون محمد العقاب إن تبون ليس مرشح السلطة ولا الجيش العقاب وخلال لقاء جامع مديرية حملة المترشح تبون مع فعاليات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية أشار إلى أن تبون تعرض إلى حملة تشويه ممنهجة خلال الآوينة الأخيرة فبعد العديد من المحاولات لاستهداف المترشح عبد المجيد تبون بكل وسائل آخرها هي الإشاعات التي روجت في مختلف جهات الوطن والتي مفادها أن مؤسسات الدولة تقف إلى جانب هذا المترشح أو ذاك الآن رغم موقف الجيش الواضح أن الجيش لن يدعم أي مترشح ويبقى على الحيات ومع ذلك يصر العابثون بالعقول أن يزرعوا الإشاعات وأن يمارسوا حرب نفسية بعد أن شاهدوا الإقبال الشعبي الذي يتمتع به السيد عبد المجيد تبون